التعليم ما هو مجرد عملية تدريس بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى تنمية مهارات الطالب وتطوير قدراته ومن أهم العناصر التي تلعب دور كبير في هذه المنظومة هو القياس والتقويم النفسي والتربوي ومن خلال نقدر نقيس مستوى تحصيل الطلبة ونتعرف على احتياجاتهم وتهدياتهم النفسية والتربوية ومعنا اليوم الدكتور ناصر حسن أنستاذ القياس والتقويم من نفسي والتربو في كلية التربية حياك الله معي الدكتور وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج الله يحييك ونمسي عليكم على السادة المشاهدين وشاكر لكم هذه الدعوة الكريمة والاستضاة وسعيد جدا في توازدي بتلفزيون دولة الكويت ورجعني هذا شوي لماضي يرجع إلى عشر سنوات تقريبا في أول ظهور لي على تلفزيون الكويت في مسابقة أواء للطلبة فيرجع لي جزم الماضي الجميل أيام الثانوية هذا أول لقاء لك أكاديمي سعداء بتواجدك دكتور ناصر ودي في البداية تكلمنا عن القياس والتقويم النفسي والتربوي بشكل مبسط إذا تكلمنا عن عمليات القياس والتقييم والتقويم فهي عمليات متصلة بعضها البعض بداية تبدأ عادة بالقياس وهو عبارة عن إعطاء رقم إذا بشبه في المدارس التي نعرفها الاختبارات لما أنا أختبر وأخذ درجة فهذه الدرجة تمثل قياس بعد ذلك يتبعها عملية تقييم لهذه الدرجة منها نحن مثلا في المدارس عندنا نقول ناجح أو راسب وبعد ذلك تأتي عملية التقويم التي تهدف عادة إلى تحسين وتطوير عملية التعلم فالطالب الناجح نخليه يحافظ على هذا النجاح ويرتفع والطالب الذي ما حالف الحظ أو رسب انطوره إلى شيء أفضل من ذلك دكتور الأساليب التي تستخدم حاليا في عملية تقييم مستوى الطلب في المدارس هل ترى أنها فعلا تعكس المستوى الطالب الحقيقي؟ بكل أمانة صعب الجزم واضح لتسامل صعب الجزم أنك أنت تؤكد أو تنفي هذا الكلام لسببين بكل صراحة السبب الأول هو صعوبة تحديد وقياس مستوى الطالب الفعلي نحن نقول مستوى الطالب الفعلي ما نقصد مستوى الطالب الفعلي؟ وشلون نقيس مستوى الطالب الفعلي؟ فهذا السبب يؤدي للسبب الآخر وهو أنه لا يوجد دراسات علمية حول هذا الموضوع وأنه في مثل هذه الحالات أكون متحفظ صراحة برأيي خصوصاً إذا ظهر كرأي علمي فما أعطي وجهة نظر بدون دراسات علمية فلأنه لا يوجد دراسات في الغالب صعب أعطي رأيي ولكن إذا تسمحوا لي بس هالمرة نقول رأيي شخصي من تجربة سابقة كمعلم في المرحلة الثانوية وأيضاً الآن عضوها يتدريس في جامعة الكويت وكلية التربية فيمرون علي طلاب مستواهم نوعاً ما متدني وأول الملامين هم طلاب أو معلمين للمرحلة الثانوية ما لون عدوا منكم في الثانوية نرجع معلمين الثانوية يلقون باللوم على معلمين من مرحلة المتوسطة نروح لمعلمين من مرحلة المتوسطة يلقون باللوم على معلمين الابتدائي بالضبط فيبدو واضحاً بدون دراسات علمية بأن هناك مجموعة من الطلاب ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة أعلى ويأخذون درجة ناجح أو تقييم ناجح وهم فاقدين لمهارات بسيطة جداً مثل القراءة والكتابة وحتى الحساب البسيط فكإجابة مختصرة إذا كانت هي فعلاً تعكس المستوى الفعلي فبكل أمانة لا أعتقد أنها تعكس المستوى الفعلي للطلاب دكتور ناصر في ظاهرة غير لطيفة وغير جيدة اللي هي الغش فودي أعرف شون الأسباب اللي تخلي الطالب يغش وشون الحلول اللي ممكن نضعها عشان يتجنبون هذه الظاهرة في مسألة الغش الغش طبعاً نتيجة لأسباب تقف خلف هذا الأمر من وجهة نظري كمتخصص في القياس أعتقد بأن أحد أبرز الأسباب هي تحول أداة الاختبارات أو الامتحانات من أداة هدفها تطوير وتحسين مستوى تعلم الطلبة إلى أدالة معاقبتهم فصرنا نعاقب ونكافئ الطالب بناء على درجاتها في الاختبار فاليوم الطالب لما يتم وضعه في مثل هذا الموضع فهو يلجأ للطرق إما المشروعة أو حتى غير المشروعة منها الغش للحصول على أعلى الدرجات لأنه بنهاية هذه الدرجات ومصير حياته كلها مرسوم على درجاته في الاختبارات أما الحلول فالحلول كثيرة جداً لكن أنا لما أفكر بالحلول لابد أني مرة أخرى أنظر للمشكلة على أنها نتيجة وليست سبب فحتى أحل أنا لابد أن أحل الأسباب التي دفعت لهذه المشكلة فواحدة من الأسباب أننا عندنا نظام تعليمي بالذات في المرحلة الثانوية يضع وزن كبير جداً على الامتحانات عند النظر في درجات الطلبة فتفكيك هذا الوزن يتطلب طبعاً قرار يشمل إعادة النظر في مسألة القياس والتقويم في المدارس والهدف منها وأن يكون الهدف تحسين وتطوير عملية التعلم وليس معاقبة ومكافأة أيضاً استحداث آليات تقييم جديدة للطلاب تتناسب مع إمكانياتهم تتناسب مع العصر الحديث اليوم طالب المرحلة الثانوية وطالب المدرسة بشكل عام مختلف تماماً عن الطالب الذي كان موجود قبل 15-20 سنة فهذا التطور في العصر يمكن الجماعة اللي قبل يتكلموا عن التكنولوجيا وكذا فاليوم هذا جانب مهم لابد أيضاً أن يتم استحداثه وتطبيقه في الميدان بشكل صحيح وإيضاً يتم تبنيه في مسألة الاختبارات أنا لم أستمتع بهذا الحديث دكتور أنت في حديث اللي ذكرت السلسلة الثانوية المتوسطة الأفتدائية مريت على موضوع المهارات شون نصمم تحنات تركز على المهارات مهارات التفكير وليس فقط الحفظ لأنه ممكن الحفظ ينتهي دورها هذا السؤال بكل أمانة وكأنه خارج من المحاضرة لأنه بالأمس كانت عندي محاضرة حول تقريباً هذا الموضوع وأشرح فيه مسألة الحفظ وأهمية الحفظ إن صح التعبير للطلاب فسألت الطلاب شنو المشكلة من وجهة نظركم موجودة في اختباراتنا فقالوا أن معظم اختباراتنا طبعاً هم طلاب يأيين من المرحلة الثانوية فيتكلمون في الغالب عن تجربتهم الأخيرة اللي هي المرحلة الثانوية فقالوا أن معظم الاختبارات تركز على الحفظ فهذا بالنسبة لهم عيب في الاختبارات فنرجع دائماً كتربوين في مثل هذه الحالات إلى هرم معروف جداً عندنا وهو هرم بلوم هذا الهرم معني بتصنيف التعلم على مستويات أدناها وأقلها هو الحفظ لكن بلوم لما نصنف المستويات هذه في هرم كانت عنده وجهة نظر في أن هناك أساس لابد أن يكون موجود حتى نستطيع أن نبني عليه ومن ضمن مهارات التفكير العليا فأنا اليوم لا أستطيع أن ننتقل لمهارات التفكير العليا إذا لم يكن لدي أساس جيداً المعلمين في المدارس يعطيهم الصحة والعافية يحاولون يسوون اختبارات مسحية وغيرها من هذه الأمور للتعرف والوقوف على النقص والخلل الموجود في التحصيل التراكمي الموجود عند الطالب في السابق لكن حتى إذا اكتشفوا وجود خلل أو كذا الوقت لا يسعفهم إلى أن يطبقون مثل هذه الاختبارات أو يعدلونها حتى بعد ذلك يتم قياس مهارات التفكير العليا لكن إذا افترضنا أن في عندي وقت وتغيرت المناهج وأساليب التقييم والقياس بما يتناسب مع هذه المهارات فبطبيعة الحالة نقدر أطبق ما يسمى بالاختبارات التي هي من نوع الأسئلة المفتوحة وفي هذا النوع من الأسئلة نحن نتفك المطلق الحرية للطالب بالإجابة عن الموضوع أو التعبير بالشكل الذي يرىه مناسب فمثلا في مادة الاجتماعية إذا أضرب بمثال بدلا من أن أسأل الطالب ما هي أسباب الحرب العالمية الثانية أقول له كيف تتشابه أسباب الحرب العالمية أو الأسباب الاقتصادية مثلا والسياسية التي أدت للحرب العالمية الثانية مع النزاعات الحالية وينطبق الأمر على باقي التخصصات كذلك فمثل هذا الأسئلة ممكن يقيس مستوى التفكير العليا لكن أيضا فيه عيب أن صعوبة تحديد وتقييم ما هو الصح وما هو الخطأ في مثل هذه الحالات طبعا كل شكر لك دكتور ونتمنى أن نخلق جيل واعي يهم أن يتعلم ويحب يتعلم بغض النظر أن يحاول إغش أو يسوي أي شيء سيء بس أشان يحصل نتيجة أو درجة فكل شكر لك دكتور ناصر أستاذ القياس والتقييم التربوي في كلية التربية ووصلنا لإخذها من حلقتنا أنا بس أجانة بواعد من دكتور مهارة التفكير نأخذني بحلقات بعدين في هذا الجانب نتحدث عنها بإذن الواحدة لأنتوضيها سعلا مباركة إن شاء الله الله يرطيكم العالم ومشكورين مرة أخرى على هذه الاستضافة وإذاكم الله ألف خير هذا دور الإعلام الفعلي في تصليط الضوء على مثل هذه القضايا أمل إن شاء الله في تغييرها في المستقبل باركة الله فيك شكرا لكم وصلنا معكم لختم هذه الحلقة من برنامجكم برنامج سعلا خير كنت نلتقي معكم إن شاء الله في الغد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته